مرحبا اصدقائي طريقة عمل الفطائر بعجينة العشر دقائق قدنا هنا العجينة محضريها مسبقا قطعتها على شكل شنق صغير وهسا بديت افردها على شكل مربع وبديت اخذ من المربع على جهتين بهذا الشكل شرائح وبقى عندي الطرفين اللي متقابلين شكل واحد الحشو راح تكون حسب ما انت تحبون هنا حشيناها جبن او باقدونس تقدر تحشوها صدر دجاج مطبوخ او لحم الماثروم المطبوخ براحتكم او اي نوع من الخضار بعدين راح نبدي ناخذ من الجهة اليسار على اليمين واليمين على اليسار بهذا الشكل هاث والصير ادنى جاهزة على الجنب حذرنا ادنى التبسي وخلانا بيه ورقة زبدة ورح ننقل كل القطع من الفطائر اللي سويناهم بهذا الشكل الحلو ورح ندهنهم بصفار البيض فضلا وليس امرا اشير بالدعم للقناة وتقدرون هنا اضيفون مياه صفار البيض قليل من الحليب وقليل من النس كافي وندخلهم للفرن على درجة حرارة 180 من 20 الى 25 دقيقة ويصيرون ادنى جاهزين اتمنى اعجبكم هذا الفيديو اتمنى حبيتوه ولا تنسون لايك واشتراك ودعم للقناة احبكم غالياتي ومعالف السلامة اشتركوا في القناة